أهلا بكم أعزائنا المشاهدين برحب بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج ساعة معاية موضوعنا النهاردة هيمس فئة كبيرة من الناس لأنه من فينا معداش على الوقت تحسر أنه هو جسم واجعه مش بيتحرك بسهولة ما فيش سلاسة في الحركة في حاجة في عدم واجعها بس مش عارف مصدرها ولا يعالجها ازاي أسئلة كتيرة فيما يخص ألام العظام والمفاصل هيجاوبنا عليها دكتور محمد صلاح أخي الصائل علاج الطبيعي مستسفية جمعة القاهرة بالأصر العيني أهلا وسهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا بك إزاي حضرتك تمام عمد الله دكتور في البداية إذا حريك تدينينا نبزة عن إيه هو العلاج الطبيعي مبدأيا كده بس عشان في ناس كتير ما تعرفش أن العلاج الطبيعي دي كلية منفصل عن كل الطب أساسا يعني دي كلية لوحدها لها ست سنين دراسة سنة تدريب عملي العلاج الطبيعي هو استخدام الحاجات الطبيعية الموجودة في الحياة عامة عشان نعالج المرض من بقى موجات فوق صوتية لليزر لتنبيه كهرابي لأهم جزء من أجزاء العلاج الطبيعي وهو التمرينات اليدوية أو العلاج اليدوي والعلاج اليدوي ده بينقسم لحاجات كتير قوي 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 يعني بس ده الجزء الأهم والأكبر من العلاج الطبيعي وناس كتير برضو ما تعرفش أن العلاج الطبيعي ليه أقسام كتير أو مجالات شغل كتير قوي الناس كتير بس بتقسر العلاج الطبيعي على إصابات الملاعب وشغل العظام لكن احنا عندنا في قسم العلاج الطبيعي لأمراض الأعصاب ما بعد الجلطات قسم للجراحة قسم الحروق قسم للنسا قسم الأطفال وده من أهم الأقسام في كلية العلاج الطبيعي أو أهم الأقسام اللي خارجين للعلاج الطبيعي متميزين فيه أو ده كتر علاج الطبيعي متميزين فيه لأنه فعلاً أنت في المجال بتاع الأطفال بالذات الأطفال اللي عندهم حاجة اسمها شلال دماغي أو سريبرال بالسي الأطفال دول فعلاً فعلاً العلاج الطبيعي ممكن فعلاً لغاية حياته بعد ربنا طبعاً 180 درجة يعني العلاج الطبيعي تتدخل في المراحل المبكرة عشان كده هو لازم يبقى مهم لأطفال أو الأطفال اللي عندهم لأطفال اللي عندهم مشكلة معينة مشكلة السريبرال بالسي دي هي باختصار بسيط كده أن ساعة الأولادة بيحصل أن الأكسوجين ما بيوصلش للمخ لمدة ثواني فبيحصل حاجة اسمها دمور في أجزاء معينة من المخ المخ بتاع البني آدم متقسم لإريز أو مناطق كل منطقة مسؤولة عن حاجة مختلفة فيه المسؤولة عن حركة وفيه المسؤولة عن إحساس فيه المسؤولة عن حاجات كتير فعلى حسب بقى أنهي منطقة في المخ اللي حصل فيها الدمور ده فبيبدأ يؤثر على الطفل ده بعد كده يؤثر عليه في حركته يؤثر عليه في إدراكه في الوعي بتاعه على حسب المكان اللي بيحصل فيه المشكلة ودور العلاج الطبيعي دايما اللي هو يحاول يرجع الطفل ده لوضعه الطبيعي تاني على قد ما نقدر يعني بيبدورنا رقم واحد اللي احنا نقلل البروجيشن بتاعة الكيس أو نقلل الكيس التي يحصل فيها تسوق أكتر من اللازم واللي احنا نحسن المدى الحركي بتاع الطفل ده وقدرة العضلات بتاعته اللي هي تشتغل كأي طفل عادي تاني ففعل العلاج الطبيعي في مجال الأطفال بيفرق تماما 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 عن أي مجال تاني في الطب طب يا دكتور في الفترة الأخيرة انتشرت فكرة العلاج بالطرقاء أو أن حد يمسك حد من رقابته كده ويشده نسمعه صوت تقطاء هل ده بيندرك تحت العلاج الطبيعي وهل هو آمن ولا لا طبعا ده جزء كبير جدا من العلاج اليدوي يعني ده جزء احنا بندرسه في الكلية بتماعون وده جزء أصيل من شغلنا ولكن تظهر علوم جديدة زي الأوثيوباثي وزي الكايرو براكتس دول علمين جداد بيهتموا بالعلاج اليدوي بطريقة مختلفة منبثقين من العلاج الطبيعي يعني يواخدين الأساسيات بتاعتهم من العلاج الطبيعي ولكن هم ليهم مدارس خاصة بتعلمهم برا ولكن كالجزء بتاعت الطرقع لا طبعا ده أساسي من أو المانيبليشن يعني جزء أساسي من شغل علاج الطبيعي هل هو آمن ولا لا لو اللي بيشتغل بيه دارس الموضوع ده خريج كلية علاج طبيعي دكتور علاج طبيعي أو واخد بقى الشهادة بتاعت الأستيوباثي أو بتاعت الكايرو براكتس من مكانها الصح فهو هيبقى عارف يقايم المريض اللي قدامه لأن مش أي حد ينفع أعمله المانيبليشن أو الطرقع لازم الأول بدرس أنا الطرقع دي بتبقى عبارة عن إيه اللي أنا بجيب المدى الأخير للجوينت وبنعمل حاجة اسمها ثرست أو ضغطة بعديها عشان تحصل الطرقع أو الكراكينج اللي الناس بتحس بيها دي وبيحصل بعديها زي من قلل التنشن اللي موجود عن الجوينت فبيحصل زي ريلاكسيشن لازم أبقى عارف المدى بتاع الجوينت ده عمل إزاي لازم أبقى نقيم العضلات والأربطة اللي حوالين الجوينت ده لأنهما لو ضعاف زيادة عن اللزوم طبعا ممكن يعمل له مشكلة كبيرة لازم أبقى عارف هل المريض ده عنده هشاشة عظام ولا لأ لأن الضغطة دي لو مع مريض عنده هشاشة عظام ممكن تعمله مشاكل كبيرة جدا مش كل الناس ينفع يتعمل لها الطرقع ومش كل الناس ينفع تعمل منيبليشن أو طرقع للناس لازم يكون حد مختص لأن في الفترة الأخيرة ظهر كتير ناس مش مختصة بتشتغل في الموضوع ده طيب دكتور العلاج الطبيعي يقدر يحل أي حاجة من ضمنها مثلا التوارس الجيني الناس اللي بتبقى مولودة مثلا رجليها مقاوسة من تحتها أو كده هل العلاج الطبيعي ممكن لو تدخل في المراحل المبكرة مثلا في شكل العظام المختلف ده يلحقوا ولا مالوش علاقة بالجينات والتوارس بها لا وإحنا بنتكلم على حاجة زي التقوص مثلا الرجلين فلا دي بتبقى حاجة عظام أكتر يعني محتاجة تدخل جراحي من جراح العظام وبعد كده العلاج الطبيعي بيشتغل دور العلاج الطبيعي دايما لو بيشتغل بعد أي جراحة تخص العظام أو الأعصاب أو العضلات عشان الجراح لما بيعمل العملية دي هو رجع العضو ده من الناحية الفيسيولوجية لوضع الطبيعي لكن دور نحنا اللي احنا نرجع البني آدم ده يفونكشن عادي في حياته أو يتعامل في حياته بالطريقة العادية لكن لا لو جزء بتاع التقوص بيبقى محتاجة تدخل من جراح العظام رقم واحد وبعد كده مننا احنا رقم اثنين أيوا تمام طيب دكتور هل بيكون في آلام بتخص العظام من الطبيعي أننا حسا في مرحلة عمرية معينة ولا أي آلام ده يصير القلق بتاعنا وخلاص يعني في مرحلة معينة اللي هي مرحلة النمو لحد سنة 18 أو لحد سنة 21 سنة العظم عشان ينمو أو البني آدم ده يطول أو يكبر يعني بيبدأ ينمو من الأطراف بتاعته دايما فيه العظام الكبيرة اللي موجودة زي العظم بتاعة الفاغد مثلا دي أطول عظم موجودة في الجسم العظم بينمو من الأطراف بتاعته فدايما في مراحل النمو تحس بأوجاع بسيطة عند الأطراف بتاعة العظام فدي الأوجاع العادية لكن الأوجاع اللي نبدأ نقلق منها هي الأوجاع اللي جو المفاصل نفسها لما تحس بأوجاع جو المفاصل نفسها وشكوى مع حاجة معينة أو مع حركة معينة فنبدأ دي اللي نقلق منها وسواء كده أو كده فإحنا لازم إحنا نتبعين مع طبيب مختص الأطفال برضو في مرحلة النمو عشان لما تحصل حاجة زي كده برضو نبقى عارفين أساسها وأولها وأخيرها طيب دكتور في حاجات درجة جداً ناس كتيرة بتشتكي منها زي مثلاً نحن واحنا ماشيين بنسمع صوت طرقعة كده في المفصل بس الطرقعة دي مشتوى مصحوبة بألم فهل دي بتشير لوجود مشكلة ولا طالما هي مش مصحوبة بألم عادي لو طرقعة متكررة أو مع مثلاً حد بيتمرر مثلاً مع تمرين معين أو مع طلوع سلم أو حاجة متكررة بشكل يومي لأ نبدأ نتكلم اللي كده هنا في مشكلة والمشكلة دي أو الطرقعة دي بتبقى نتيجة إيه أي مفصل في الدنيا عبارة عن التقاء عظمتين ولازم يبقى ما بينهم حاجة اسمها كارتلج أو غضروف الغضروف ده كل دوره اللي هو بيقلل الاحتكاك أو بيمنى احتكاك العظمتين دول ببعض عشان ما يحصلش مشاكل فيهم فمعنى اللي يبقى فيه طرقعة متكررة في العب يبقى كده فيه مشكلة في الغضروف أو فيه مشكلة في الأربطة اللي مسكة المفاصل دي فبالتالي الميكانيكس بتاعتها أو الميكانيكا بتاعت الحركة بتاعتها بتبدأ تختلف فبيبدأ الغضروف ده يتأثر فتبدأ المسافة ما بين العظمتين تقل أو يبدأ يحصل نوتوقات في العظم ده فيبدأ نحس بالترقعة أو الكراكينج دي مع الحركة ودي هنا لازم نستشير الطبيب الطبيب العظام هو يشخص ايه المشكلة ولازم برضو بنشتغل معها من ناحة العلاج الطبيعي طب يا دكتور حاجة برضو منتشرة فكرة ان احنا لما بنصحق من نوم بنحس شوية بتيبس في المفاصل بتاعتنا وانا محتاجة عود شوية لحد ما قدر افرد ايدي مش قدر افردها مثلا ده بيكون يا اسبابها ممكن علاجها بالعلاج الطبيعي ولا لأ لو برضو الشكوى دي متكررة وبتحصل مثلا انت قول ما بتصحى من النوم بتبدأ تحس المفاصل بتاعت صوابعك مثلا ومفاصل الرست المفاصل الصغيرة اللي موجودة في الجسم وصابع رجلين برضو والانكل بيبدأ يحصل فيها المشكلة دي بتبدأ تحس اللي هي فيها ألم فيها الميتيشن في الرينج مش بتحرك بالشكل الطبيعي واول نص ساعة كده وبعد كده تبدأ تفك ولو مصحوبة معها بقى بألام زي حرقان في المفاصل دي ألام قوية مع الحركة فنبدأ ده يدينا مؤشر للروماتويد للشخص ده ممكن يبقى عنده روماتويد فده برضه لازم يستشير دكتور المناعة والأدكاترة بتاعة روماتيزم المختصة بحاجة زي كده عشان يبدأ يزبط مع العلاج وهل لينا دور معاك علىك طبيعي أكيد لينا دور معاك طبعا عشان نقلل الألم ده ونقلل الالتهاب اللي حصل في المفاصل وعشان نأهله اللي هو برضه ويستخدم الأجزاء دي بنفس الكفاءة اللي كان بيستخدمها بيها قبل كده طب يا دكتور فكرة الشد العضلي برضه لما بتكرر كتير دي بتشير لوجود حاجة في العضن مثلا؟ في الأهم عنصرين بيشغلوا العضل يعني هم المحرك للعضلة هم الكالسيوم والبوتاسيوم فلو الشد العضلي ده برضه متكرر في ناس ممكن يجي لها شد عضلي هم نايمين يعني هو بيتقلب يسحى من الشد العضلي وهو ساي مرة واحدة إيده تشد وهو بيشتغل أي شغل بتاعه يمكن هو إيه مرة واحدة يحس بكرامب عالي جدا 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 فده بيبقى نتيجة لاختلال نسبة الكالسيوم والبوتاسيوم اللي هم المسؤولين عن الحركة بتاعة العضلة فدي بيبقى برضه محتاج اللي هو يرجع للطبيب المختص عشان يطلب منه التحليل اللازمة اللي هو يبدأ يشوف إيه النسب اللي مش مزبوطة في الكالسيوم والبوتاسيوم عشان يبدأ يزبطها تاني بعد كده وطبعا المفروض لأي شخص عادي في شغله الطبيعي أو أي شخص بيتمرن يحافظ اللي هو يعمل أو إطالات للعضلات بتاعته يوميا ده كان نوع من أنواع طبعا لنحنا كلنا بناخد أوضاع غلط في شغلنا وبناخد أوضاع غلط في نومنا وقعدتنا وفي كل حاجة فدايما بتلاقي فيه عضلات بتبقى مجدودة أكتر من عضلات تانية في النحية التانية فالستراتشنج من الحاجات اللي بتساعد أي شخص اللي هو يبقى عنده ريلاكسيشن كده وبالذات كمان لو شخص بيتمرن لازم يختم التمرين بتاعه بستراتشنج ده أكيد طيب يا دكتور حاجة برضو درجة جدا زي خشونة الرجبة يعني خشونة الرجبة إمتى أحكم على القلم اللي في رقبتي إن ده خشونة وزي لو في خشونة أعالجها بالقلاج الطبيعي ولا بتبقى حاجة مزمنة وهتفضل معي طيب هيا الخشونة الأول إيه أسبابها الخشونة من أسبابها المهمة جدا زيادة الوزن اللي أنت تكون بتعمل حمل زايد عليك بتتمرن تمرين غلط بطريقة غلط بتعمل حركة متكررة بشكل يومي بطريقة غلط فتضغط على محصل الرجبة الخشونة نفسها إيه هي؟ هي عبارة عن تآكل في الغضروف زي ما احنا قلنا فيها قبل كده وبيبدأ يحصل نتوءات موجودة في العضم العضمتين المكونين لمحصل الرجبة سواء عضمة الفخد أو عضمة التيبيا اللي هي العضمة بتاعة الساق بيبدأ يحصل نتوءات بتحصل فيها فدايما بنسمع صوت ترقعة بتحصل دايما لما شكوة مريض الخشونة الأساسية يقولك لو أنا قاعد فترة وجيت أقوم بحس بألم جامد لو أنا طالع سلم بحس بألم جامد وأنا بصلي وأنا بسجد بحس بألم جامد ولازم شكل الألم ده يكون على شكل زي ما المريض بيوصفه كده يقولك حرقان قوي بحسه بيه جو المفصل بتاع الرجبة نفسه ممكن ساعات يحصل تورم في مفصل الرجبة فدي بتبقى الأعراض بتاعة الخشونة هل الخشونة مرض مزمن ولا لا هي آه مرض مزمن لأن الغضروف لو تآكل خلص مفيش حاجة بيت ترجعه تاني لكن في حاجات تحافظ عليه تاني وهل لينا دور معاك علاج طبيعي طبعا دور العلاج الطبيعي في الخشونة الرجبة قوي جدا 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 لأقصى درجة لأن دايما مريض الخشونة بيبقى زي ما احنا قلنا بيبقى مثلا حمل على رجبته زايد لأي سبب من الأسباب ودايما بيبقى عنده ضعفة في العضلات بتاعة الرجبة اللي هذا العضلة الأمامية الكادروسابس أو العضلة الخلفية فبيبقى عنده ضعفة في العضلات دي فبالتالي اللوت كله بتاع جسمه أو اللوت بتاع الحركة اللي بيعملها بيروح على الجوينت نفسه ما بيبقاش في حاجة بتسنده من العضلات اللي موجودة فبيبقى دورنا معاه رقم واحد اللي احنا نقلل الالتهاب اللي موجود ده في مفسر الرجبة عن طريق بقى بعض الموديلتز أو الأجهزة اللي احنا بنستخدامها زي الألترا ساوند زي الليزر والدور الأهم اللي احنا لازم بنقوي العضلات بتاعة الرجبة دي زي العضلة الأمامية والعضلة الخلفية بطريقة معينة لها التكنيك معين بتقوى به يعني مش أي تقويات عادية تتعمل طب يا دكتور في ناس بتقول انا هدخل اتمرن عشان اقوي العضلة دي فهل ده هيبقى صحيح ولا بتحتاج الاول تأهيل من العلاج الطبيعي ولا لا طبعا ما ينفعش اللي هو طالما انت مريض خشونة ما ينفعش تدخل تتمرن من نفسك كده لان احنا زي ما احنا لسه قيلين هي ليها طريقة معينة في التمرين لازم الاول تعدي على المراحل بتاعة الالتهاب والالتهاب يقل الاول تورم الموجود يقل بعد كده في التمرين بتاعنا في المريض خشونة الرجبة بنعتمد على حاجة اسمها closed chain exercise معنى كلمة closed chain exercise اللي انا باعتمد ان المفصل اللي فوق الرجبة اللي هو مفصل الفقد والمفصل اللي تحت الرجبة اللي هو مفصل الأنكل يبقوا ثابتين في اسناء التمرين اللي انا بعمله زي التمرين الناس اللي بتروح مثلا الجم هتبعارفة تمرين حاجة اسمها leg press ده اللي انت بتبقى قاعد وبتزق برجلك اللي اتنين حمله معين فبالتالي انت مسبت مفصل الفقد ومثبت مفصل الأنكل والحمل كله على مفصل الرجبة بزاوية حركة معينة ده رقم واحد قبل كمان ال closed chain exercise بنعتمد اللي احنا نعمل strengthening العضلات بتاعت الرجبة بطريقة السيف ايه الطريقة السيف للرجبة اللي احنا بناخد الرجبة في اللوك بوزيشن اللي انا بافرد رجبتي على الاخر بافرد رجبتي على الاخر ده وبعمل تمارين معينة تمارين بسيطة زي اللي انا وانا فارد رجبتي ونايمة على السرير بشد مشت رجلي وبضغط برجبتي على السرير وانا برضو فارد رجبتي بشد مشت رجلي وارفع رجلي كلها الفوق فبابدأ اعمل تقوية للعضلة الامامية وللعضلة الخلفية من ال position is safe تماما للرجبة بحيث اللي انا في الاول مش عاوزة زود بتاعها او مش عاوزة زود الحمل على الرجبة بعد كده بابدأ للقلوس برجع للقلوس وبعد كده طبعا في حاجة مهمة في ناس كتير برضو ما تعرفهوش هو جزء العلاج المائي جزء العلاج المائي مش ناس كتير تعرف اللي في حاجة زي كده موجودة او اللي فيه تكنيكس للعلاج الطبيعي فيه العلاج المائي العلاج المائي من الحاجات المهمة جدا اللي بتحسن مريض خشونة الرجبة او مشاكل الرجبة كلها بقى زي رباط الصليبي وزي الغضروف وزي الحاجات دي كلها لان المائي لها تأثير اللي هو الرلاكسي افاكت حاجات اللي بتدي رلاكسيشن وفي نفس الوقت انا بقدر استخدم المائي دي سواء اللي هي تديني أستستنس او مساعدة في الحركة او اللي هي تديني رزيستنس او مقاومة للحركة سانياً وزن الجسم في المائي بيبقى اقل من وزن الجسم برا الميا فبقدر لانا اعمل اللي انا مش هقدر عامله برا الميا اقدر عامله في جوه المياه بمنتهى السهولة أخصت بقى ألام العمود الفقري هل في حاجة معينة في نمط حياتنا بنعملها يومياً بشكل غلط هي اللي بتسبب بعد كده نحس ان احنا مش قادرين خالص نحرك ظهرنا يعني زي ما احنا قلنا قبل كده احنا بناخد أوضاع غلط في شغلنا وفي قعدتنا وفي نومنا حتى بتعمل مشاكل كبيرة أهم حاجة بتسبب مشاكل العمود الفقري هي الأعداء الغلط والأعداء الغلط دي كلنا بنعملها بلا استثناء يعني سواء احنا بنشتغل في عمال مكتبية ومضطرين احنا نقض قدام كمبيوتر كتير أو احنا عاديين نتفرج على التلفزيون أو احنا عاديين بنعمل أي حاجة دايماً تلاقي أي حد عادي تشغال على الكمبيوتر في الشغل مثلاً لو 8 ساعات يفضل قعدت 8 ساعات عامل كده يعني الكتاف والاتنين أو مسكة الموبايل يا دوكتور أو مسكة الموبايل طبعاً اللي هي دي دي من الحاجات المدمرة جداً للعمود الفقري سواء للرقبة أو الظهر طب هل حاجة زي كده نقدر نعدلها ولا لا؟ ممكن بإل أنت حضرتك تلغي البوزاشن الغلط اللي أنت عبره دايماً مشاكل عمود الفقري بتيجي من سيادتك أنت الأول تمام؟ بتيجي من قعدة غلط أنت بتعملها إلغي القعدة الغلط دي وقعد القعدة الصح هتبدأ المشكلة تتحل أو مش هتيجي المشكلة أصلاً من الأول أما هي إيه هي القعدة الصح؟ فالقعدة الصح اللي أنا ببقى قاعد فارد ضهري ومرجع كتافي الاثنين الورى ورقبتي في النص ما بين كتفيني ولا هي محضوفة الأدام ولا هي راجع الورى تمام؟ ركب يمثني 90 درجة ورجلين الاثنين مريحين على الأرض عشان كده أنا أبقى كده مريح كل الجوينز بتاعته طب لو حد عاد بيشتغل على الكمبيوتر هقولي طب أنا هقعد كده إزاي وهبقى مالي تجيدي إزاي على الكيبورد أو على اللابتوب حضريك بمنتهى البساطة اللي في الدنيا ممكن تعالي الليفل بتاع الكيبورد أو اللابتوب بتاعك حط تحقيق أي حاجة حيث اللي هوب على نفس المستوى ده حيث اللي انت إيدك تبقى بنفس الطريقة دي كده أنا كده قاعد القعدة الصح فارد ضهري ورقبتي واللكيبورد قدامي كده وأنا قاعد بصص على الشاشة قدامي مافيش أي مشكلة برضو البصة بتاعت الموبايل اللي احنا قلنا عليها دي انت الطريقة دي دايما أي حد عنده مشاكل في الرقبة هيجي يقولك أنا يعني مش قادر وعضلات رقبتي مشدودة جدا فتيجي تشوفه انت في خلال قعدته معيك مثلا تليه مسك الموبايل وعمل كده طول ما انت عامل كده انت محمل على عضلات الخلفية بتاعت الرقبة دي بشكل كبير جدا فبالتالي بيبدأ يحصل فيها سبازمة أو شد قوي فتبدأ بقى شكل العمود الفقري نفسه يختلف يبدأ تحصل بقى حاجة اسمها تشوهات العمود الفقري هو يا دكتور العمود الفقري ممكن اشكله بقى عادات يعني مش بيبقى صلب هو اللين على طول بحيث ان انا عادي تتأثر فيه لا هو مش لين طبعا هو صلب جدا لان دا اللي بيحافظ على النخعة الشوكي اللي بيعدي جواه يعني الفقرات بتاعت الجسم بيبقى فيه جزء يعني الفقرة دي متبقاش جزء مصمط كده بيبقى فيها فتحة في النص فتحة دي بيعدي فيها حاجة اسمها النخعة الشوكي لو بيوصل اعصاب لكل الجسم فلازم يبقى قوي جدا عشان يحافظ على كده بس هو مرن في الاتجاهات يعني هو قوي كجسم لكن مرن لانه لو مش مرن مش هتقدر لانت تتحرك وتميل يمين وشمال فانا لو بقعد قعد غلط لفترة طويلة يعني لو مثلا قاعد دايما بقعد ساند كده لفترات طويلة لو قاعد شغال بالمنظر ده بيبدأ يحصل للعمود الفقري بياخد على شكل القاعدة دي نتيجة ايه ان في عضلات بتبقى شغالة وانا قاعد كده وعضلات تانية حاصل فيها بيبدأ يحصل التشوه بقى في العمود الفقري وفي اشكال كتير للتشوه في العمود الفقري مشهورة كمان ما بين الناس جدا طيب يا دكتور حليك قلت ان انا وانا قاعدة بيبقى لازم رجلي لمسة الارض طيب الناس القصيرة او الناس اللي هي مش في كل عدد هتبقى رجليها لمسة الارض مثلا هل دي حاجة هتضرها فعلا؟ لو بيقعد القاعدة دي الفترة طويلة طبعا اكيد هتضرها فيحلها ازاي لو هيجيب اي حاجة يحطها تحت رجل ويسمد عليها لازم بالزبط وللناس اللي بتشتغل عمال مكتبية الفترة او الطويلة لازم ما تقفلش الساعة وانت في نفس البوزيشن خمسة واربعين دقيقة قاعد وربع ساعة بتتحرك بتعمل اي حاجة ما تعودش جسمك اللي هو يفضل قاعد ثابت في وضع معين لفترة طويلة دي من الحاجات اللي بتأثر جدا 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 على العمود الفقري طيب دكتور هل في طريقة للاستلقاء الصحيحة؟ في ناس تقول لازم ننمى على حاجة مستوية تماما في ناس تقول لازم فيما خد او حاجة تاخد شكل انحنا الجسم احنا نايمين فايهما صح؟ وايه برضو طريقة النوم الصحيحة اللي يدخليني يتجنب شوية فكرة اننا ده هيوجع بصي طريقة النوم الصحيحة دي هي يعني ليها طريقة يعني صحيحة اقاف الكتب بس مفيش حد يقدر يتحكم في نومه يعني دي ملهاش علاقة بالواقع يعني هتيجي الطبوع على الارض الواقع مش اللي هي مهمة ولكن العمود الفقري ليه كيرفات او انحناءات معينة لازم واحنا نايمين الحاجة اللي احنا نايمين عليها دي تبقى ممكن تاخد الشكل بتاع اللي احنا قده يعني في ناس كتير او يقول ما يحصل عندهم مشكلة في الظهر يتجيلوا المصيحة المشهورة او نام على الارض نام على الارض ده بحيث اللي هي حاجة ناشفة فلا من نام على الارض الفترات طويلة ممكن تعمل مشكلة اكتر فانا لو نايم على حاجة قادرة تاخد شكل الكرفات بتاع العمود الفقري دي طبعا احسن بكتير واهم حاجة لازم بواحد يحافظ عليها في النوم وضع المخدة دي من اكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل الفقرات العنقية بشكل كبير جدا وضع المخدة بقى لو انت نايم على جنبك ولو نايم على ظهرك طبعا في ناس بتحب تنام على مخدة عالية قوي ده غلط جدا جدا وفي ناس برضو بتحب تنام من غير مخدة خالص وبرده ده غلط فلازم تبقى مخدة بارتفاع معين وتبقى بتاخد شكل الكرف بتاع العمود الفقري شوية طيب الدكتور برضو حاجة من الحاجات اللي بتسبب واجع في العمود الفقري ان انا مثلا بشيل الحاجة غلط فطبيقة الشيء للصح ازاي هل لازم اوطي وانا بشيل الحاجة ولا اعمل ايه؟ طبعا برضو الى جانب الاعداد غلط والاشكال الغلط اللي احنا بنعملها التاني سبب اللي بيعمل مشاكل الفقرات القطنية او مشاكل الدسك اللي هو المصطلح الدارج عند الناس كلها شيل الحاجة بالطريقة الغلط طب نعرف ايه الطريقة الصح الاول وبعدين نتكلم على الطريقة الغلط الطريقة الصح لانا لو هاجه شيل حاجة حاجة دي قدامي هنزل بركبي ليها يعني هاتني ركبي وانزل وانا ظهري مفروض وشيل الحاجة دي وهي قريبة مني مشوية بعيدة يعني ما شيلش الحاجة دي وهي كده لا اشيلها وهي قريبة مني واطلع بركب ويبعدين افرد الظهر طريقة الغلط اللي الناس بتعملها ايه تبقى ركبتهم مفروضة ويوطي بظهره ويشيلها ويشيلها من بعيد فبالتالي انت في النقطة دي حاطت الحمل كله على العضلات بتاعت اسفل الظهر والفقرات بتاعتها فمع اي حمل زيادة ويا سلام بقى لو بيعمل الحركة دي بلفة يعني هو الوزن هنا وهو واقف من مكانه وبيلف يجيبه او حد مثلا بيلف بيجيب حاجة من العربية عنده وورا هي وزن دي الغلط؟ جدا اه تمام انت كده بقى حطيت العمود الفقري في اقصى يعني اقصى مشكلة بالنسبة له اللفة التورشن مع اللي انت بتشيل وزن بطريقة غلط وانت جسمك مش متعود فبالتالي بتحصل مشكلة كبيرة لازم وانت بتشيل اي حاجة تشغل اكبر عدد من العضلات اللي موجودة في جسمك عشان ما حملش على حاجة واحدة؟ بالزبط واقوى عضلات موجودة في جسمك هي عضلات الرجلينة هي دي من اقوى العضلات اللي موجودة استخدم عضلات رجلك في اللي انت بتشيل الحاجة عشان ما يحصلش المشكلة في ظهرك لان بعد كده بتلاقي المريد ده بقى بيشتكي بعد كده اصلا انا حسيت وانا بشيل الحاجة دي اه ضهري طرقع ايوا ضهري طرقع دي بقى يبقى احنا كده بنبدأ نروح لفكرة اللي هي حاجة من اتنين لاما مزق في عضلات الظهر لاما دسك لما بقى الشاكوى بتاعته بيبدأ يكمل الشاكوى بتاعته وقولك اصل الساعات مثلا بحس بايه تنميل في ظهري او في رجلي او واجه عامل زي حرقان فنبقى بقى نروح لفكرة اللي هو لا ده كده انت عندك مشكلة بقى في حاجة اسمع اللي احنا بنقولها بالمصطلح العام يعني عرق الناسة او اللي هي السياتيكة او الاصابة في السياتيك نيرف فلا يعني دي كلها سبب حركة غلط بسيطة جدا انت عملتها ممكن نتجنبها من البداية اصل الله اعرفك بالزبط نتجنبها من البداية اللي احنا نعمل الحاجة بالطريقة الصحة والطريقة الصحة مش صعبة بس هي مش درجة فالناس مش متعودة عليها طيب دكتور الكعب هل هو مؤذي ولا لا؟ هتزعالي الناس مننا كده ماشي للأسف هو الكعب ده من من وجهة نظر انا يعني من اكتر وسائل التعذيب الاي ستة بتعذب نفسها بيه لان بمنتهى البساطة انا بس عشان نشرح فكرة الكعب وفكرة شيل الحاجة بالطريقة الصحة فيه نقطة تخيولية في نص الجسم تحت السرة بالزبط دي نقطة تخيولية اسمها سنتر اوف جرافتي او مركز السقل مركز السقل ده كل ما جسمك بيبع بيد عنه بيحاول يرجع له تاني باي طريقة ما تمام؟ طب نيجي نتكلم على الكعب اي واحدة وهي لابسة الكعب ده بيبقى الوضع بتاع جسمها ايوه او طلع لقدام تمام طلع لقدام فجسمها كله بيتحرك لقدام فعشان تصبط الكرف ده وماته قعش بترجع ترجع بظهرها الوراق فبتزود الحمل كله على الفقرات بتاعة اسفل الظهر الى جانب برضو اللي بيبقى فيه تانية في الرجبة لان انا برضو طلعت القدام فبتني رجبتي عشان ارجع الورا شوية فبزود الحمل على مفصل الرجبة فبرضو بنتعرض للمشاكل بتاعت الخشونة ومشاكل الاربطة في الرجبة طب حاجة تالتة في الصوابع وفي الانكل برضو نفس النظام الانكل بيزيد عليه الحمل بطريقة كبيرة فبرضو بيحصل مشاكل في الخشونة الصوابع عشان تحافظ على اتزانها لان طبعا هي بدل ما كانت محملة على القدم كلها فيبقى تمحملة على الجزء اللي تحت الصوابع ومحملة على نقطة واحدة بس في الكعب فبتبدأ الصوابع تاخد الشكل ده تفتح بعيدة عن بعض شوية عشان تبدأ تزود المساحة بتاعتها على الارض فشان يبدأ يبقى فيه اتزان طب بالتالي وبرضو بتعمل مشكلة كبيرة جدا جدا فهو الكعب شو فيه كعب صغير ايان بقى كان بقى خمسة سنتي عشرة سنتي سبعتاشر سنتي زيان الناس بتلبسه كده ممكن يعمل مشاكل في اربع خمس مناطق في الجسم فيعني لا من الحاجات الصعبة جدا 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 وفي حاجة تانية كمان غير الكعب في حاجة بقى للرجالة يعني زي ما قلنا على حاجة اللي تخص للسيدات انه نتكلم على حاجة للرجالة وضع المحفظة انت ممكن لو حطيت الناس احنا معظم ما بنحط المحفظة في الجبن الوراني وبنبقى عادين وطبعا احنا بنبقى حاطين في المحافظ بقى يعني كروت وحاجات كتير كده ملهاش لازمة بالزبط انت ما بتبقى قاعد بالوضع ده برضو من الحاجات اللي ممكن تسببلك مشاكل في عرق الناس ومشاكل في الفقرات القطنية لان وضع الحوض بيبقى مختلف بدل ما الحوض في الوضع ده بيبقى عامل كده وبالتالي العمود الفقر ممكن يكتسب شكل تاني غير الشكل بالزبط فتبدأ تحصل برضو تشوهات بتاعت العمود الفقر ودايما اللي بيبقى حطت المحفظة في جيبه الوراني وسايق مثلا لفترات طويلة بعد فترة يحس اللي رجله بدأت تنمل ده نتيجة اللي برضو انت حطتها في المنطقة اللي انت ضاغت فيها على عرق الناس فبردو بيبدأ يحس بالتنميل وبالواجعة لك طيب يا دكتور فيه حاجة فيه ناس بيبقى بتبقى جنب وجنبي يعني جنب اقوى من الجنب التاني مثلا بقدر اشيل بايدي اليمين اكتر مش بقدر اشيل بالشمال فاللي بيسبب الحاجات دي وازاي اعالجها اصلا طبعا دي حاجة طبيعية جدا موجودة في كل البني عدمين اللي خلقهم ربنا لان بيبقى فيه حاجة اسمها dominant side او الجزء القوي في الجسم وفي الجزء التاني اللي هو مش قوي يعني مثلا لو نقول يكن انا واحد بكتب بايدي اليمين بلعب كرة برجلي اليمين فطبيعي للجزء اليمين عندي هيبقى اقوى من الجزء الشمال لان ده اللي بيستخدم وده ما بيستخدمش غير في حاجات قليلة فده من ناحية اللي فيه جزء اقوى من جزء ده شيء طبيعي جدا طب اعدل ده ازاي بقى؟ هو برضو مش هيتعادل بنسبة 100% عشان يبقى واغنين بالنا بس لو انا واحد مثلا بتمرن في الجم حاول فيه ناس تقولك ايه طب بص انا هلعب ده بوزن اعلى عشان اقويه ايه او هلعب ده عدات وهلعب ده عدات اكتر عشان اقويه لا غلط خالص بجد؟ نفس الحاجة بالزبط على الناحيتين بس اندي دي دي بلا ده الواحد وده الواحد يعني للناس اللي بتتمرن في الجم هتبقى فهموا الموضوع ده بضمبل مش ببار مثلا لو انت هتشيل حاجة ببار او حاجة بتشيلها بايدك الاثنين حاول انت توازن ما بين الاثنين ايه على قد ما تقدر مش قادر العب كل حاجة انديفيدول كل حاجة الواحدة عشان تبدأ تحافظ على القوة بتاعت الجزء التاني طيب دكتور فيه ناس برضو بيبقى عندها كتف سقط عن كتف يعني بتبقى شوية كده فانا عايز اعرف ايه الحاجات اللي بتسبب الموضوع ده الحاجات اللي بتسبب الموضوع الكتف السقط عن الكتف دي ممكن قعد غلط انا قاعد ميل على جنب معين فالكتف ده واقع دايما والكتف ده مرفوع دي واحد بشيل شنط على الكتف الكتف مثلا لو بشيل شنط على الكتف اليمين فالوزن بتاعها بيبدأ ياخد جسمي ناحية اليمين فعشان انا عدله بميل بالناحية اليمين لفوق بيبدأ الكتف الشمالي يحصل فيه مشكلة زي كده ممكن نتيجة ضعف العضلات بتاعة الرقبة لان فيه عضلات معينة بتبقى من الرقبة من الفقرات بتاعة الرقبة لحد اللي نوصل تعال كتف فهي دي المسؤولة عن اللي هي بنعمل الحركة دي اللي بترفع تبقى العضلات دي في ناحية ضعيفة عن ناحية فبرضو دي ممكن تتضبط بالتمرين الانديفيدويل للعضلة دي بس برضو ممرنش ديه واسيب ديه ممرن اللي اتنين وطبعا لازم تعمل بطريقة او اطلاط بطريقة مستمرة عشان برضو حافظ على الاتزان ما بين العضلات في الجنبين طيب يا دكتور بما ان احنا ذكرنا الجيم كتير فهل في حاجة فحص لازم اعمله مثلا قبل ما دخل اتمرن ولا طالما انا مش حاسة باي وجع عادي الموضوع تمام ما اتمرن واشي الويت مثلا واشي الاوزان ما فيش مشكلة تمام بصي المتبع في الجماعات الكبيرة الكينات الكبيرة بيبقى دايما فيه دكتور دكتور عليك طبيبي موجود فيه المكان عشان بيعمل حاجة اسمها بوشريل تشيكب يعني بيعمل تشيكب على القوام بتاعك القوام معناها هنا ايه العمود الفقري والمفاصل والحاجات دي كلها عشان نبدأ نشوف لو فيه انحناءات موجودة في العمود الفقري فيه كتف سقط عن كتف الكتاف محضو فالقدام شوية الرقبة فيها حدفها قدام شوية الحاجات دي كلها ممكن ما تكونش مسبق بالك مشكلة دلوقتي يعني انت حاضيك ما بتشتكيش منها انت دخلة ما بتشتكيش منها انت دخلة تتمرني على طول لكن انا شايف اللي انت عندك مشكلة في دي فنظوري اللي انا وجهك اللي انت تمحتاجه تمرني العضلات اللي مسؤولة عن الحاجة دي بالطريقة الصحة بتاعتها عشان يبقى القوام ما فيش فيه اي تشوهات لان هو الهدف من التمرين دايما اللي انت تبقى صحتك وشكلك في احسن حال فاحسن حال دي المفروض من الناحية الصحية والناحية العلمية ومن ناحية المنظر او المظهر برضو في نفس الوقت فطبعا لا يعني بنحتاج اللي احنا بنعمل الحاجة زي تشوك اوب كده فيه عشان نشوف المشاكل بتاعت شوهات القوام ونقدر نزبطها قبل التمرين طيب طيب دكتور في النهاية عايزة حاليك تيدي نصايح للناس اللي هي لسه هتدخل تتمرن ومش عارفة تعمل ازاي تعمل ايه عشان تتجنب خلص فكرة الاصابة عشان تتجنب فكرة الاصابة ما تعم يعني اشتغل على امكانياتك انت الشخصية يعني ما تشوفش تمرين حد بيعمله فانا هكرره لا هو ينفع معايا ما ينفعش معايا فيه حاجات في التمرين حاجات اسمها يعني حاجات للبيجينرز وحاجات للأدبانس الناس للمبتدئين والناس الناس المتمرسين في المكان بقالهم فترة دايما اتمرن مع حد فاهم يعني خليك في الاول مع حد هو اللي يوجه لك في التمرين بتاعك لان التمرين مش جوست بس اللي انت بتدخل تشيل اوزان وخلاص لا ده هي احمال وتتغير بشكل معين والطريقة معينة فيعني لازم يبقى في حد هو اللي بيوجهك لحاجة زي كده وفي الاول في الاخر يعني ما تدص على نفسك زيادة عن لزوم دايما يعني الجولدن رول حسيت بألم وقف تمرين على طول وتلازم تفرق ما بين الألم بتاع التمرين بتاع العضلة وألم المشكلة نفسها بس كده تمام يا دكتور محمد صلاح شكران جدا لحديك على المعلومات المهمة دي بشكر رجوة حضرتك نعم ربنا شكران اعزائنا مشاهدين كده بنوصل معاكم لختام الفقرة الاولى هنروح فصل وهنرجع لكم من جديد خليكم معا